بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحبة مهدا دايماً أنوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بتخلي حياتنا مختلفة وتخلي حياتنا متسعة وتخلي حياتنا أكثر نور وأكثر بركة وأكثر خير لأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما أوتي جوامع الكلم أوتي جوامع الأنوار وجوامع الخير وجوامع الحكمة وجوامع البركة وإذا كذا ذهبت إلى حديث رسول الله عليه وسلم وإنت بتقرأه تجد يشرح صدرك وينور حياتك عشان كده النهاردة مع حديث من أجل أحديث رسول الله عليه وسلم مليان بالبركة والنور ومليان كمان بالهداية والحكمة العجيبة اللي احنا لازم نفهمها لما نسمع حديث رسول الله عليه وسلم اللي عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أقيموا الصفوف وهو يتكلم عن الصلاة قال أقيموا الصفوف وحاذوا بالمناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فروجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله الحديث أخرجه الإمام مسلم نقول الحديث مرة تانية عشان نستطيع أن نحن نتشرب بأنواره صلى الله عليه وسلم أقيموا الصفوف وحاذوا بالمناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فروجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله الحديث هنا بيتكلم زي ما هو واضح حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن الصلاة وخصوصا صلاة الجماعة وكيفية تسوية الصفوف في صلاة الجماعة وإزاي نقدر صلاة الجماعة نتعامل معه هذا الحديث في الحقيقة أنا بترجمه له بترجمة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيكلمنا عن هذا الحديث هو بيعلمنا حاجة مهمة جدا كيفية العيش في مجتمع متعدد إزاي أعيش في مجتمع متعدد إزاي وأنا في صف والصف دي في أناس كثيرين غير مشتركين وغير متفقين إزاي يبقوا صف واحد فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا حاجة مهمة جدا جدا إزاي وإحنا مختلفين نبقى صف إزاي وإحنا مختلفين نكون كمان بنقدر نصنع اتزاننا إزاي وإحنا صف نقدر كمان نحمي نفسنا من الأخطار وإزاي كل واحد فينا اللي بيقدر يجعل الصف ده صف مستوي إزاي هيكون حاسس بمدد الله ولو عمل كده إزاي أحس بعدم مدد الله سبحانه وتعالى إزاي أحس بإن ربنا سبحانه مش هيقدر هيبقى عنده غشاء وما يقدرش يرى مدد الله تعالوا نشوف حاجة مهمة جدا عندي حاجة مهمة قوي الأحاديث اللي بترد في الصلاة دايما أقول كده ما ورد في الصلاة ورد للحياة يعني الأحاديث التي ورد للصلاة هي بترد للحياة ليه الله سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقبل كمان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلام مهم الصلاة وعمود الدين آه يعني الصلاة دي ما تفتكرش أن الصلاة متوقف أثرها أو متوقف أنوارها على فقط الصلوات الخمس أو حتى الصلوات الخمس والصلوات الرواتب أو حتى الصلوات النوافع الصلاة نافذة لأنوار الله للحياة الصلاة نافذة لأنوار الله في الحياة ولزيك الصلاة صلة بين العبد ورب ولزيك الله يقدر يقدر يفهم هذا الحديث على أنه حديث ليس للصلاة فقط ولكن للحياة هيقدر يفهم معنى قوله تعالى كل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمي يبقى إحنا كده محتاجين نقرأ هذا الحديث قراءة حياتية نقرأ هذا الحديث مش بس للصلاة ولكن نقرأ هذا الحديث للحياة الحديث بيبدأ بإيه؟ بإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ وهو بيتكلم عن الصفوف وهو بيتكلم عن التنوع حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ أقيموا الصفوف يعني إيه؟ يعني لازم كل واحد فينا يضبط أداءه مش هينفع نتسمى أن إحنا أقمنا الصفوف أو أقمنا المهام أو أقمنا الواجبات والواحد فينا ما بيقومش بدوره يبقى أقيم الصفوف يبقى كل صف لازم كل واحد فينا ينظر للنفسه وينظر إنه أقام أقام زي إيه؟ زي البناء كده وذلك هناك نتكلم كالبنيان يشد بعضه بعضا آه يبقى المسلم للمسلم كالبنيان يبقى لازم نقوم الصفوف يعني كل واحد يكون فينا قائم مش معوج لازم يكون قائم مستقيم الإقامة هنا يعني الاستقامة كل واحد فينا يستقيم سوموا بعد ذلك إيه اللي حاصل هذه الاستقامة لا تكون استقامة للواحد في ناسه ولكن كمان تعالوا كمان نحس إن إحنا على خط واحد على استقامة واحدة وحازوا بالمناكب شوف حازوا يعني إيه؟ مش بس إن أنت تقوم بواجبك ولكن عليك إن أنت تندمج في الصف وتحس إن أنت حاصل إيه؟ حاصل اندمج في الصف عشان تبقى فيه مشاركة وحازوا بالمناكب يعني إيه حازوا بالمناكب؟ لازم يبقى فيه تناغم ويكون فيه اتساق في الأداء ما ينفعش بس إن أنت تؤدي حتى لو كان فيه مخالفة لا ده لازم يكون فيه كمان إيه؟ لازم يكون فيه اتساق عشان إن لما يحصل الاتساق ده يحصل بالفعل الوصول إلى درجة مش بس الجودة ولكن كمان نصل إلى حد الجمال يبقى قيموا الصفوف جودة حازوا بين المناكب ده جمال يجي بعد كده إيه؟ يجي بعد كده سدوا الخلل يعني إيه سدوا الخلل ما تتركوش كلام الناس يدخل بينكم ما تبقوش أنتوا وأنتوا مجموعين على صف واحد ويشكلكم أنتوا متفقين وأننتوا مجموعين تظهروا بمظهر المتفرقين فما تخليش الشيطان يدخل من أشياء بسيطة وفيفسد عليكم الحال يبقى إحنا نعمل إيه؟ لازم يبقى عندنا تحصين لازم نحصن أنفسنا إلا أن نحصن أنفسنا إزاي؟ بالاقتراب بأن إحنا لا ندع فرصة للشيطان لكي يدخل بيننا حتى لو كانت الفرصة دي كلمة وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل اللي أتكلم بالكلمة من سخط الله يعني إيه خلل؟ مش واخد باله يهو بيها في النار سبعين خليفة يبقى أنت لازم تخلي بالك من الخلل يبقى لازم تعمل إيه؟ تعمل تحصين وتسد الخلل عشان إيه؟ عشان تبقى خست بالأسباب وما يجالكش الفساد أو الضياع أو الدمار طيب وسدوا الإيه؟ وسدوا الخلل طيب وبعد ما نسد الخلل يحصل إيه با؟ لما نقترب إلا حاصل؟ لما الناس تقترب تشعر بالجسدية مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمة يبقى إلا حاصل؟ اجتمعوا طيب لما يحصل ده طيب إذا حصل بقى إن فيه حد كان متأخر أو حد كان متقدم يعني لو حصل بقى فروق فردية فروق فردية إلا حاصل؟ أو حد ما كانش واخد باله أو حد ما كانش منتبه فإحنا عايزين نحسن الأداء طيب نحسن الأداء بالتقييم للأداء فيحصل حاجة اسمها تقييم طيب لما يحصل التقييم إيه؟ لينوا في أيدي إخوانكم لما يحصل خلل نعمل إيه؟ عشان نصلحه بسرعة ننين في أيدي إخوانكم وكونوا عباد الله إخوانه يعني خلاص خليك فاكر إنه شوف جمال الحديث عشان يهون على الإنسان تكلفة التغيير شوف وانا خلاص نراقف في مكاني فيتغير مكاني أنا هنا في مكان وفي حد نقلني عشان أروح مكان تاني أنفع فاعمل إيه؟ لينوا في أيدي إخوانكم لينوا في أيدي إخوانكم فيحصل إيه؟ شوف عبارتين كل لينان يعني كل مرينا وتاني شيء خلي بالك إن أنت لما بتلين في أيدي أنت لما تلين في أيدي عدو ولكن تلين في أيدي أخوك تلين في أيدي إيه؟ أخوك يبقى إيه اللي حاصل؟ ولينوا في أيدي إخوانكم الخمس حاجات دي بتعمل وصل بالله سبحانه وتعالى يبقى الخمس حاجات دي بتعمل وصل بالله وعدم العايش بها يعمل قطيعة وعشان كده الخمس حاجات دولة هتلاقيهم هم إيه؟ هم معايير الاتزان اللي هم إيه؟ معايير الاتزان أول معيار أن يكون في الأول خالص فيه جدوى آه إحنا عندنا هدف مشترك تاني حاجة أن كمان بعد ما يكون عندنا جدوى كمان يكون عندنا جدية النساء نحازي بالمناك بعد كده يكون عندنا بعد الجدية كمان جدارة كل واحد فينا عارف يعمل إيه بعد كده كمان يكون عندنا بعد الجدية يكون عندنا جودة وبعد الجودة يكون عندنا جمال ونمنع قبح الشيطان لما نعمل كده هنكون بالفعل متزنين ويذلك هذا الحديث ليس فقط حديث لتسوية الصفوف ولكن كمان لكي نكون جماعة دائما في حضرة مولانا سبحانه تعالى بالبركة والنور والفضل والفتح يا رب أكرمنا واجعلنا دائما من أهل هذا الحديث اللي هو الحديث الذي يفتح علينا باب أنوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ويجعلنا في حالة من حالات الاجتماع والاندماج والعيش المشترك المجتمعي